السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي أبطال الصف الخامس أهلا بكم النهاردة إن شاء الله هناخد ملخص يونت 11 وأهم ما فيه كل المهم مش هنسيب ولا حاجة هناخد الجرامر كله وكمان هنتدرب على الحل الجرامر وحناخد أهم الفكاب وأهم التعريفات وأهم البراجرافز اللي موجودة والموضوعات الموجودة في اليونت كله هنغطي اليونت كله بكل سهولة إن شاء الله بحيث مش هيجي لك أي سؤال فيه ألا لازم تعرف تحلو وكمان هنكتب كل البراجرافز بتاعة اليونت مع بعض قبل ما نبدأ أحب أقولك أنك هتلاقي في صندوق الوصف رابط جروب التليجرام ورابط الترمي التاني للصف الخامس وباقية الصفوف اللي احنا بنقدمها في القناة ودلوقتي أول حاجة نبدأ بها إيه طبعا؟ الجرامر أكيد هناخد النهاردة جرامر مهم جدا أول وأهم الجرامر في يونت 11 هو أدفربز أدفربز يعني الأحوال أو الظروف يعني إيه الحال أو يعني إيه أدفرب ده اللي هنعرفه دلوقتي لو أنا بصيت عندي في الجملتين دول حلاقي سامي is quick سامي يكون سريع كلمة quick هنا وصفت مين؟ كلمة quick وصفت سامي يعني وصفت إيه؟ وصفت اسم سامي ده اسم وكويك وصفته يبقى إذن هنا كويك دي adjective صفة يبقى الكلمة اللي بتوصف الإسم هي صفة بتوصفه adjective طيب الجملة الثانية هنا بقول سامي runs quickly سامي يجري بسرعة مين اللي بسرعة؟ سامي؟ طبعا لا أنا هنا quickly جيت وصفت الجري بتاع سامي سامي يجري بسرعة quickly جيت وصفت جريه لكن سامي ممكن يكون عموما إنسان بطيء بيتكلم بالراحة بيأكل بالراحة مش سريع بس هو بيجري بسرعة الجري بس هو اللي بسرعة يبقى هنا quickly وصفت الجري مش وصفت سامي فوق quick وصفت سامي سامي سريع في كل حاجة بيعملها أنا وصفت بالسرعة لكن هنا أنا وصفت الجري بالسرعة مش وصفت سامي بالسرعة يبقى إذن الكلمة دي quick وصفت الإسم لكن quickly وصفت الفعل الverb عشان كده سميناها adverb adverb يعني كلمة بتوصف الفعل بتوصف الفرب يعني حال أو ظرف حالة الفعل كان شكله إيه؟ ده اللي بيوصف الفعل طيب وكأن هنا ال-ly زي حرف الباء باللغة العربية زي حرف الباء يعني إيه؟ يعني هنا سامي is quick سامي يكون سريع سامي runs quickly سامي يجري بسرعة يبقى ال-ly زي بي 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 سرعة بتخلي سريع بسرعة وبطيق ببطء وعالي بعلو وهكذا يعني بتخلي بتحول ال-ly اللي أنا أضفتها هنا لكويك حولتها من صفة توصف اسم لحال يوصف فعل تاني أجيب الصفة اللي بتوصف الاسم أزود لها ال-ly تبقى حال بيوصف الفعل سهلة جدا هي وطبعا حبيبي الصفة في الأغلب بييجي قبلها verb to be مش دايما بس في الأغلب بييجي قبلها verb to be أو ممكن تيجي هي والاسم مع بعض زي ما أقول مثلا he is a polite boy هو ولد مهذب فكلمة polite هنا وصفت لي boy وصفت الاسم وجيت قبله يبقى الصفة هي كلمة بتوصف الاسم ولو جم مع بعض الصفة تيجي الأول مجوش مع بعض خلاص عادي يبقى زي الجملة اللي فوق سامي اسكويك يبقى هي الادجكتف الصفة هي كلمة بتوصف الاسم وتيجي قبله لو جم مع بعض ايه هو الحال هي كلمة بتوصف ال-verb الفعل وبيبقى آخرها ال-y في الأغلب يبقى هات الصفة حطت لها ال-y تديك حال زي ايه؟ زي مهزب بطريقة مهزبة هو بيتكلم بأدب يبقى أنا هنا بأدب وصفت لي الكلام بتاعه يلا بينا نشوف إزاي أضيف ال-y للصفة تديني حال للأدجكتف تديني أدفرب حالية عندك هنا صفات منتظمة ريجولر يعني أزود لها ال-y تديني الحال زي polite politely quiet هادئ quietly بهدوء bright لامع brightly بلا معان quick سريع quickly بسرعة slow بطيق slowly ببط happy سعيد happily بسعادة ونقف عنده happy نلاحظ إنه happy هنا أخرها y وقبل ال-y p وال-p دي consonant حرف second يبقى ححز في ال-y وأضيف i وبعدين أحط ال-y عادي خالص يبقى happy happily دي أخد بالي للصفة اللي أخرها y قبلها second nervous nervously heavy heavily هعمل في heavy زي happy إني ححز في ال-y وأحط i وبعدين أزود ال-y heavy heavily heavy ثقيل وكمان معناها كثيف أو غزير والحال بتاعها heavily بغزارة بأوصف بها ممكن أوصف بها المطر أقول it rains heavily يعني تمتر بغزارة عندي كمان active actively active نشيط actively بنشيط يبقى الصف الأول ده polite quiet bright وهكذا بأوصف بيها الأسماء والصف التاني politely quietly brightly بأوصف بيها الأفعال وأخذ بالي الصفة اللي آخرها y قبلها consonant بحاول y ل-i وبعدين أضيف l-y وعندي هنا أمثلة تانية زي هنا مثلا easy سهل easily بسهولة حزفت y وأحاولتها i وبعدين أضفت l-y happy سعيد happily بسعادة برضو حزفت y عشان قبلها p consonant lazy كسلان دي صفة lizley حال بكسل يعني حوصف بيها الفعل إنه هو بكسل hungry جعان hungry بجوع ألاحظ دول كلهم أخرهم y قبلها حروف consonant أنا حزفت y وأضفت i وبعدين l-y يا طرى ده بس اللي باخد بالي منه لأ في حاجة تانية لو عندي الصفة ال-adjective أخرها l أنا بضيف l-y عادي ما بكتفيش بالl زي مثلا لما بضيف er لصفة أما بلاقي أخرها e بضيف r بس أو est t ألاقي صفة أخرها e بضيف est t بس لكن هنا لا l-y لازم تضاف أيا كان يبقى في l برضو بضيف ly زي careful حريص carefully behers beautiful جميل beautifully بجمال is a good swimmer هو سباح جيد he swims well هو بيسباح جيدا في الجملة الأولى أنا وصفته قلته إنه هو سباح جيد يبقى هنا good وصف لـ swimmer اللي هي اسم good swimmer سباح جيد لكن في الجملة التانية he swims will أنا هنا وصفت swims الفعل نفسه هو يسباح بشكل جيد يبقى هنا will هنا الحال بتاع good will وصفت swims لكن good وصفت swimmer swimmer اسم swim فعل وعنجي بعض الصفات المريحة جدا مريحة إزاي إنه fast الحال بتاعها برضو fast بطريقة صحيحة run خطأ run بطريقة خاطئة late متأخر late بشكل متأخر early برضو الحال بتاعها early يعني أنا ممكن أقول I am late أنا متأخر من المتأخر I أنا هنا وصفت الفعل اللي هو I I جاية بالنيابة عن اسم إذن late هنا صفة تصف اسم أو ما يعني بعنه اللي هو I لكن I get up late أنا I استيقظ متأخرا يبقى هنا late وصف للاستيقاظ لget up بس في الحالتين late لأن late حال وlate صفة زي بعض نفس الكلمة كله يتفهم لكن الجذول دا يتحفظ good will fast fast hard hard right right run run late late early early good well fast fast hard hard right right run run late late early early عشان نأكد على المعلومة يلا بيران عشان نأكد على المعلومة لازم نحل عليها بيقول لي هنا my friend is a space person هنا طبعا person d noun اسم شخص أنا عايزة وصفها يبقى هختار أكيد ايه هختار صفة هختار adjective اللي هي mean nice nicely nicer nicest طبعا هختار nice my sister says I send أختي بتقول إن أنا بغني أنا عايزة هنا وصف ل sing يغني يغني ايه يبقى هختار حال اللي هو أخر اللي واي إلا طبعا الأحوال اللي احنا قلنا عليها اللي هي irregular غير منتزمة فأنا هنا هختار مين badly يعني أنا بغني بشكل سيء ده رأيها this family لكن لوت طبعا عالي ده صفة good جاية صفة bad سيء صفة this family left space after moving to a new apartment عايشوا ايه بعد ما انتقلوا الأسرة دي عايشت ايه بعد ما انتقلت الى new apartment شقة جديدة طبعا عايشوا بسعادة ب يعني اللي يبقى هابلي the tortoise is a space to walks slowly is طبعا هنا خدوا بالكو the tortoise is a space it walks slowly هي تمشي ببط اتبقى هي بطيقة اللي هي slow my cousin is very space at playing tennis my cousin is very good لان انا حوصفه هو حوصف my cousin she ran حوصف هنا ايه حال حوصف gary هي gary space so she won the race طبعا هنا انا عايزة حال طيب مين هنا اللي اعتبر حال fast fast يا ميس حال ما احنا fast عارفينها صفة ما احنا لسه قيلين ان fast adjective و adverb at the same time في نفس الوقت هي تعتبر حال و صفة لكن البقى quick صفة slow صفة good صفة هي دي بس اللي تعتبر صفة و حال يبقى انا هاخدها هنا عشان توصف ران قبل ما نكمل حال عايزك تلاحظ حاجة مهمة جدا ما خليها هالك في اخر الحل ان كل الجمل اللي انا اخترت فيها صفة كان فيه قبلها verb to be لما تلاقي verb to be اكيد اكيد وراء adjective صفة اوعى تختار لاخرها اللي واي زي وبرضو الجملة بتاعت يبقى الصفة بيجي قبلها verb to be ولكن الاحوال اللي هي كلمة بتوصف الفعل بيجي قبلها الفعل اللي هي بتوصفه بمنطقة البساطة فعل زي مثلا left زي ran وهكذا الحال بيجي قبله الفعل اللي هو بيوصفه والصفة adjective بيجي قبلها verb to be انا عملت واجبي ايه ما كنتش عايز اعمل اخطاء فعملت واجبي انا هنا بقى ايه حوصف ضد ادائي للواجب كان ايه كان carefully بحرص عشان مش عايز اعمل اخطاء تتحدث بأدب تبقى هي ايه تبقى بولايت تقدب حاتم is a clever designer حاتم مصمم ماهر he designs بيصمم ايه well بيصمم جيدا they worked space so they won the first place هم عملوا هم عملوا ايه لذلك هم ربحوا بالمركز الاول يبقى they worked hard بجدية وإحنا عارفين ان hard الصفة حالها برضو hard hard adjective and adverb at the same time في نفس الوقت ذاي fast ذاي ما خدنا في الفقرة اللي فاتت سمير is space worker سمير is لاعب ايه he works quickly بيعمل بسرعة يبقى سمير is an هنا حوصفه active نشيط لكن هنا جابلك وكلي مع works الحال وصف works عولا swims well بتسبح كويس she is a space swimmer طبعا تبا هي ايه good swimmer سباحة جيدة يبقى good الحال بتاعها well الرجاء وضع لايك على الفيديو لتشجيعنا على الاستمرار هنا هبايبي هنتكلم عن كمان عن grammar مهم جدا وبسيط جدا اللي هو الجمع ازاي اخلي singular noun اسم مفرد اخلي plural noun اسم جمع القادة الاساسية ان انا بضيف لقس زي هنا عندي house houses بيت بيوت منزل منازل يبقى هنا house انا ببنتها البساطة زودت لقس tree trees وهكذا برضو شجرة اشجر زودت لقس village villages قرية قرى rock rocks صخرة صخور يبقى وcat cats وduck docks وهكذا يبقى القادة الاساسية ان انا بضيف اس طيب لو انا جيت اضفت الاس هل بحطها للاسم كده وخلاص ولا في حاجات لازم اخد بالي منها ايه هي ان لو عندي الاسم ده اخر s او او s ch ch o x اخر ايه s او s ch ch o x انا بضل ما ضيف له s هضيف له es زي ايه grasses اضفت هنا es branch branches هنا برضو اضفت es grass grasses branch اللي هو فرع الشجرة branches طبعا grass grasses branch branches انا اضفت هنا es امتى لو الاسم المفرد السنجولر نون بدأ بايه انتهى بايه نحفظها بقى مع بعض s s s ch ch o x s s s s ch o x s s s ch ch o x s s s s ch ch o x ايبقى لو انتهى بايه نهاية من دول انا اذا هضيف له es زي الامثلة اللي قلناها طب لو اخر y لو اخر y بقى في حالتين لو y دي قبلها فاول متحرك بضيف s عدى خالص boy boys عادي خالص جدا طيب لو y دي قبلها consonant ساكن زي كلمة سدي مدينة زي هنا قبل y t t consonant بعمل ايه بحذف y واضيف i es i es يبقى زي s s s s اضفت i es عشان اخيرها y بس لازم لازم يبقى قبله ساكن لو قبله متحرك احط y وخلاص طيب حبايبي دي كلها كده انا اضفت s للأسماء العادية و es للأسماء اللي بتنتهي ب s s s s h c h o x طيب هنا بقى عندي الأسماء اللي بتنتهي ب f او fe لما انا بجمعها بحذف ال f او fe واضيف ves زي ايه اللي هي ورقة الشجر leaves حذفت ال f وحطيت ves leaf leaves وهكذا زي loof اللي هو رغيف رغيف الخبز جمعها loofs جمعها loofs وهكذا اي حاجة اخرها f او fe انا بحذف ف وضيف ves وكمان زي knife سكينة اخرها fe بقت ايه سكاكين انا حذفت هنا fe وف loof وليف حذفت f طيب هل كل اللي اسمع كده of course not في بقى الجامع اللي هو الجامع غير المنتظم اللي هو ما ينفعش ولا حط اس ولا اس ولا اس ولا اس ده بعمل فيه ايه بحفظه زي ايه زي tooth teeth tooth teeth mouse mice ox 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 man 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 وهاكذا child children طفل الطفل وعدد كبير جدا من الاسماء بجمعها بنفس الطريقة ان انا بحفظ الجامع بتاعها ايمالهاش قاعدة معينة طيب لو قال لي هنا exercise بسرعة طيب لو قال لي هنا اجيب لي send your own وانا عايز اجيب اللي اسم الجامع ونفهود اني حاج مع الاسماء دي فعندي هنا apple تفاحة دي حاج معها جامع عادي apples هحط لها اس shelf اخيرها اف اذا هعمل ايه well done هحزف الاف وحط ves هتبقى shelves shelves party اخيرها ايه party اخيرها واي قبلها ساكن يبقى هحزف الواي وحط i es strawberry اللي هي الفراولة اخيرها برضو y قبلها consonant ساكن اللي هو or يبقى الجامع بتاعها هتبقى strawberries اللي هي i e es بدل الواي فراولة الرجاء وضع لايك على الفيديو لتشجيعنا على الاستمرار عندي بعضة اسماء في اللغة الانجليزية بضيف لها نهايات بتحولها لصفات او احوال والنهاردة هنتكلم عن اضافة f u l عشان احول الاسم لصفة واقلنا زي ما قلنا حبيبي baby الصفة هي كلمة بتوصف الاسم او اضيف f u l برضو بس تزود عليهم ال y بتوع ايه بتوع بي بتوع حرف الباء بتوع الحال اللي هو الكلمة اللي بتوصف الفعل فانا عندي هنا بيودي جمال دي اسم يعني ماينفعش اوصف بها حد ماقولش مثلا the flower is beauty لا الوردة جمال لا الوردة جميلة اقول the flower is beautiful جميلة يبقى بيودي اسم بيوديفول صفة معناها جميل بيوديفولي بشكل جميل دي بقى توصف الافعال يبقى مثلا اقول هو يرسم بيوديفولي بشكل جميل يعني طريقته في الرسم جميلة بيوديفولي بيودي بيوديفول بيوديفولي اسم adjective صفة تصف الاسم ادفر بحال يصف الفعل بيودي بيوديفول بيوديفولي هيلب هيلبفول هيلبفولي هيلب يساعد هيلبفول متعاون او مفيد يبقى دي اسم اذا دا الاسم هيلب او كمان هيلب حبيبي لها معنيين كذرب كمان يساعد لكن انا واخدها هنا كنون معناها مساعدة هيلب مساعدة هيلبفول دا انا بوصف انسان او ان هو متعاون او مفيد او مساعد يبقى زودت لها ف يو ال ف يو ال ال وي تبقى هيلبفولي يبقى انا بوصف الفعل يبقى هو عمل حاجة الفعل نفسه بتاعه كان مساعد لنا هيلبفولي كير عناية او حرص كيرفول حريص اوصف بها اسم كيرفولي اوصف بها فعل بحرص او بعناية ثوت اللي هي فكرة ثوت اسم ثوت ثوت ف يو ال يبقى ايه ثوت فل عميق التفكير يبقى واحد عنده افكار عميقة ثوت فل ثوت فلي دي بقى ايه دي بتفكر يعني هو عمل حاجة بتفكر الفعل بتاعه عمله بتفكر بوصف الفعل ان هو بتفكر مش طايش ثوت فلي ثوت فلي ثوت ثوت فل ثوت Stress يعني ضغط او اجهاد Stressful حاجة مجهدة او ضاغطة يبقى انا اوصف الاسم انه هو Streatful Streatfully باجهاد يبقى هو عمل حاجة باجهاد Stressfully Stressfully نقراهم بقى Peautiful Peautifully Help Help Helpful Care Care Carefully Care Care Carefully Care Care Carefully Carefully Thought Thoughtfully Thought Thoughtfully Thought Thoughtfully Thought 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 Thoughtfully أسماء صفات تصف الأسماء أحوال تصف الأفعال شكل الفعل كان إيه حال الفعل كان إيه ولو رجعت تاني لبيوتي ألاقي برضو أخير هواي وقبلها T حرف كونسننت وأنا عايزة أضيف F U L أو F U L L Y ففي الحالة دي برضو هحول الواي لآي وبعدين أحط الإضافة اللي أنا عايزاها اللي هي هنا F U L أو F U L L Y زي ما شفت في بيوتيفول الواي بقت آي وفي بيوتيفولي برضو الواي بقت آي وبردو عشان المعلومة تثبت يلا بينا نحل It was the most space bird I saw on the tree طبعا هنا The most هنا هحط الصفة اللي هي إيه Wonder Wonderfully Wonderful Wonders مين في دول صفة adjective طبعا هنا Wonderful رائع هو أكتر طائر رائع أنا شفته على الشجرة لأن wonderfully ده Adverb هيوصف فعل wonder ده الإسم نفسه وكمان بتيجي كverb معنى يتعجب يعني هي إسم عجيبة وفعل يتعجب لكن wonderful رائع There is too much natural space in the red sea يوجد إيه طبيعية في ال red sea خدوا بالكوا دي صفة إذا مش هيجي بعدها صفة هيجي بعدها إسم يبقى natural إيه بيودي جمال طبيعي الصفة بتصف إسم The cat ate space from the pool القطة كلت إيه من البول يبقى هي كلت بنهم بجوع يبقى أنا حوصف إيه طريقة الأكل تبقى hungerly بجوع P يعني إيه اللي واي على طول We all love our teachers They are very طبعا هنا اختر صفة للteachers are very helpful متعونين I have a new space for our project عندي إيه جديد برضو نيو صفة يا حبيبي ما يجيش وراها صفة الصفة يجي وراها إسم يبقى I have a new thought تفكير جديد للبراجكت للمشروع أو فكرة أفكار جديدة للمشروع وصلنا للجزء اللي بيعلمنا pronunciation يعني النط نط حرف N أنا شايفة عندي هنا طريقتين إزاي أنطق الـ N لو جيه الواحده وإزاي أنطق الـ N لو جيه بعديه G ودي أنا قلتها لكم قبل كده وحنقولها تاني طبعا الـ N وده الرمز الصوتي بتاعه الرمز اللي بشوفه في الدكشناري في القموس كاتبين الـ N صوت الـ N كده يعني ده حرف الـ N لكن ده صوت الـ N زي ما قلت لكم من قبل أنه عندي 26 26 لدر حرف لكن عندي 44 ساوند 44 صوت فالحروف زي ما قلنا كدابة مش مجرد أشوف الـ N مش مجرد أشوف الـ O مثلا أعرف بتتنطق إزاي أو الـ E بتتنطق ده هنا مثلا ما بتتنطقش يعني مش موجود الـ E أعرف بتتنطق إزاي لا إذن الحروف كدابة ما بتدينيش النط الصحيح مين اللي بيديني النط الصحيح هي الأصوات لأن الرموز بتاعت الأصوات 44 رمز للـ 44 صوت كل صوت لرمز واحد لكن كل حرف لأكتر من صوت فهنا عندي الـ N لما بنطقها لوحدها بتبقى عادي خالص ن ن ن والثاني بيبقى فوق في سقف الحل وأنا بقولها فبقول nose 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 sun 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 no 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 natural 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 ton 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 يبقى دي خدوا بالكو هنا الـ N العادية اللي احنا متعودين عليها طب هنا بقى بصوا الرمز ده ده رمز الـ N لما تيجي هي والـ G مع بعض ما بنطقش الـ G منفردة والـ N منفردة ولكن اللي اتنين بيطلعوا مع بعض N فيها غنة بتخرج من الأنف واللي بيحفظوا القرآن حيفهموني كويس قوي دلوقتي الـ N اللي هي بتخرج من الأنف اللي فيها غنة пом sustainability وبنطقها وبيكون لساني تحت لساني تحت فانا بقولها ايه Heiken Hiken خلي لسانك تحت وأنت بتقولها هأ مش فوق مش فوق زي Nohn kö Heiken واخذين بالكم الفرق هنا انا كنت بقولها لساني فوق وهنا بقولها لسان seized تلاقي دي مكتومة شوي Heiken Hiken Heiken هنا بقى مختلفة شوية هنا بنطق الجي بس برضو لأن بقولها فيها غنة فبقول يبقى عرفنا أن حرفين ليه طريقتين للنوت الطريقة الواحدة بنطقه لساني فوق عادي جدا نا 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 ولما بيكون بالشكل ده ووراء جي بنطقهم الاثنين إن فيها غنة لساني يكون تحت زي أوضح حاجة فيها كلمة كن تلاقي الان كده خلي لسانك تحت وتدرب عليها تطلع معك مظبوط دلوقتي بقى حناخد أهم الفوكاب اللي علينا في اليونت ده أنا حقول حبايبي وانتقول ورايا ليف 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 يعني ورائة الشغل ليف سدي 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 مدينة village 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 tree 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 plant 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 grass عشب grass 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 hell 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 يعني تل hell عارفين يعني تل يعني جبل بس صغير hell hell rock 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 ستريم فهو النهر الصغير ستريم 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 سانجلاسز نضارة نضارة شمس وإحنا عارفين طبعا أن كلمة سانجلاسز هي كلمة جامع رغم مقصود بيها نضارة واحدة عشان هي لها فردتين نحيتين كده فتبقى كلمة جامع سانجلاسز يعني لو عايز أقول نضارتي سوداء هقول تاخد آر عشان هي جامع هايكن هايكن يعني التجول أو السير جاية من هايك هايك يتجول هايكن التجول على الأقدام يعني نمشي لمسافات طويلة على الأقدام هايكن 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 شوز يعني حزاء التجول يعني بحزاء بيبقى مريح كده عشان مع المشي كتير وممكن يكون في أماكن وعرة نقدر نمشي وإحنا مستريحين هايكن شوز هايكن شوز هايكن شوز سكارف 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 كفية أو وشيح سكارف سكارف بلانكت بلانكت بطنية بلانكت بلانكت زجاجة المية water bottle water bottle هات هات قبعة خدناها بكده كتير طبعا warm sweater احنا عارفين طبعا طبعا ان sweater يعني بلوفر warm يعني بلوفر دافي كده لحفظ الدفت تقيل يعني warm sweater warm sweater tent خيمة tent tent الخيمة اللي بنبات فيها ايه when we camp لما نعسكر close 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 ملابس close طبعا التي اتش ما بقولهاش والاس بقولها زد close snacks وجبات خفيفة snacks snacks map map خريطة map map خريطة map palm tree هي النخلة والقل اللي حبيبي هنا silent ما بقولهاش palm tree palm tree palm tree palm tree cactus نبات الصبار cactus 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 الصبار desert snail desert snail desert snail اللي هو حلزون الصحراء اللي بيبقى زي الصورة كده والدهر بتاعه عليه قوقع desert snail desert snail desert snail tomaris plant tomaris plant tomaris plant plant جربوة 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 هو حيوان الجربوة اللي احنا عارفين ان هو طبعا شبه الفور كده زي في الصورة وبيعيش في الصحراء جربوة 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 تريل حبيبي زي ما قلنا اللي هو ضرب أو ممشا جو اونا تريل يعني يذهب للسير في ممشا أو ضرب go on a trail 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 date كلمة date الليها معناين تاريخ التاريخ بتاع اليوم وكمان معناها بلحة والجامع بتاعها dates يبقى date تاريخ وdate بلحة date طبعا المعناين بعيد عن بعض جدا بس هي كده date sounds like fun احنا عارفين كلمة sound يعني صوت لو جاية كاسم هذا noun يعني هي لو جاية لي اسم هيبقى معناها صوت والجامع بتاعها sounds الصوت بس لما تيجي كفاعل كفرب مش بيبقى معناها صوت بيبقى معناها يبدو وممكن اقول sounds fun على طول يعني يبدو ييجي بعدها على طول الادجكتف الصفة يبدو مرح او sounds like fun يبدو ممتع sounds like fun sounds like fun fascinating مبهر جميل جدا لدرجة الابهار مبهر او فاتن fascinating 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 مبهر fascinating mountain trail mountain trail يعني ممر في الجبل ممر مامشى في الجبل mountain trail mountain trail route route طريق route طريق او مصور route 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 mountain trail route 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 incredible 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 يعني لا يصدق incredible 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 بتقول ورايا طبعا حبايبي او اسمعوني كده كتير عشان الكلمات تبقى سهلة incredible show show عرض او استعرض هيا كلمات الريون الده عموما سهلة يعني show show medicine medicine يعني دواء ويعني طب كمان medicine medicine خدناها كتير medicine feel better feel better يشعر بتحسن feel better feel better suitcase 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 حقيبة السفر suitcase 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 feeling 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 ملمس او احساس feeling 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 trunk 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 لها معنى جزع او سوق الشجرة ولها معنى كمان خرطوم الفيل الان في الطويلة بتاعت الفيل trunk 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 hike 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 يتجول يمشي لمسافات طويلة اللي قلنا فوق اخدناها hike اللي هو التجول نفسه hike 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 diver 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 غطوس diver diver invitation دعوة invitation 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 دعوة turtes 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 سباء race 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 سباء race runner runner بقى اللي هو العداء الشخص اللي بيجري وجاية من run وانا عايزة اضيف لها ir عشان اجيب اسم الفاعل اللي هو العداء فلاقيت قبل ال in في u وليو دي فاول حرف متحرك يبقى اضيف er runner house life house life يعني كيف تسير الامور house life house life house life house life house life house life free free يعني حر او غير مشغول free free science science علوم science the movies the movies the movies the movies the movies كلمة movie يعني film the movies على بعضها المكان اللي فيه الافلام اللي هو السينما corner 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 يعني ركن او ناسيا corner 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 milkshake 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 ده مشروب الحليب مخفوق milkshake 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 long distance long distance long distance يعني مسافة طويلة long distance long distance long distance long distance tourism project tourism project tourism project tourism project tourism project community community مجتمع community 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 تريدين تريدين التجارة تريدين 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 جاية من تريد اللي هي يتاجر وتريدر اللي هو التاجر ودي تريدين التجارة طبعا بحثي في الإي لما أضفت الإي إن جي لكن في تريدر أضفت أربس عشان تريد أصلا أخرها إي هانت يعني يصطاد يصطاد حيوانات لإن يصطاد سبك اسمها كاتش فش وممكن تيجي فش برضو فش معناها سمك ومعناها يصطاد لكن هانت يصطاد حيوانات والإسم الفاعل بتاعها هانتر صياد وعندي هنا هانتن الصيد نفسه هانتن 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 سينشوري قرن سينشوري 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 هايكر هايكر إحنا قلنا هايت يعني إيه يعني يتجول هايكر الإنسان المتجول الرحولة يعني get hungry get thirsty get thirsty get cold get cold fall over fall over fall over correctly بشكل صحيح جامل correct اللي هي صحيح correctly بشكل صحيح correctly correctly scientist scientist عالم scientist 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 هنا عندي حبيبي أهم الأفعال هنا طبعا في present وفي past الأفعال الريجيلر الأول المنتزمة اللي هي بزود لها ed زي climb climbed أو دي بس زي dive dived فهنشوف هنا climb climbed climb 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 طبعا بي silent climb climbed dive dived dive dived accept accepted accept accepted invite invited invite invited have has البس بتاحهم had have has had swim 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 sin san 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 يغني san غنى san 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 drive drove drive drove طبعا دي الأفعال الريجيلر اللي هي بحفظها ما لهاش حل تاني drive drove drive drove هنا برضو أفعال منتزمة regular verbs وهنا irregular الغير منتزمة نكمل guess guest هنا الإيدي حولها تي عشان guess أخيرها sound guess guest guest guess guest preserve preserved preserve preserved follow followed follow followed hike hiked hike hiked برضو هنا الإيدي حولها تي hike hiked protect 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 protected أما suggest يقترح البس بتاحها suggested suggest suggested suggest suggest suggested pick up picked up pick up picked up pick up يعني يوصل حد بالسيارة win one win one take took دلوقتي هنكتب باراجراف يعني رحلة للبحر الأحمر وأنا كنت قبل كده كتبت لكم باراجراف إزاي أكتب رحلة لأي مكان بجمل سبتة باستخدمها مع أي رحلة وكتبتها كمان في شكل إيميل ومرة في شكل باراجراف هحط لك الرابط بتاعها في صندوق الوصف فأول حاجة عندي هقول يبقى أنا هاخد العنوان واستخدمه في أول جملة أزودت عليها أي ونت بس طبعا كل الأفعال اللي هكتبها هنا مودي بعد كده فاكرين أنا قلت لكم جمل بكتبها سبتة في أي رحلة رحت مع أسرتي إحنا رحنا بالأوتوبيس أو باي أي وسيلة موصلات عايز تكتبها كده ممكن أقول أنا خدت معايا إيه أنا خدت معايا الكاميرا الجديدة with me I took my new camera with me خدت الكاميرا الجديدة we took wonderful photos there we took wonderful photos there يعني إحنا التقطنا صور رائعة هناك we played on the beach we played on the beach we swam in the sea we played on the beach لعبنا على الشاطئ we swam in the sea إحنا عمنا في البحر we were very happy إحنا كنا سعداء جدا ممكن كمان أقول it was a wonderful trip كانت رحلة رائعة I want to go again أنا عايز أروح تاني فالجمل الأولى دي حبايبي سبتة I went to casa I went with my family I went to buy وكتب أي وسيلة مواصلات وبعدين حسب المكان هقول إحنا بنعمل إيه ممكن ترجع هحط لك رابط station ده في صندوق الوصف تشوفها بالتفصيل لأن station ده بقى طويل كده فمش هنقدر نطول أكتر من كده كده أخدنا أهم النقاط وغطينا أهم grammar كل grammar وأهم النقاط في unit 11 إن أركوا أكون أفدتكم لو استفدتم السيشن ما تنساش اللايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميس إيمين